بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني متابعي الكرام أينما كنتم كثير من الناس من من يعانون من الطاقات السلبية التي تعكر لهم صفو حياتهم الطاقة السلبية دائما تأتي بسبب بعض الإهمال منها نح وبسبب الحسد والعين ووجود بعض الأسحار في بعض البيوت أو الأماكن أو وجود شخص مريض روحيا فيسبب ربما مرض كل من في البيت وكل من في المكان الذي يتواجد فيه اليوم إن شاء الله سأعطيكم بعض الشروط لو طبقها كل إنسان فيكم لو كل واحد فيكم طبق هذه الشروط بحذافيرها بإذن الله سيتخلصوا من الطاقة السلبية الموجودة في البيت فالطاقة السلبية أخواني الكرام يمكن أن تجدها في مكان عملك وهو أمر سهل أن نتخلص منها أين المشكلة وأين تكمن المشكلة الكبيرة أن الطاقة تكون هذه موجودة في البيت أو في جسم الإنسان فكيف نتخلص منها إذن الطريقة هذه تخص الجسم والبيت أول شيء إخواني الكرام عليك بتنظيف البيت جيدا من كل شيء يعني في بعض الأمور نحن نقوم بها في عاداتنا اليومية ونغفل عنها عندما أقول تنظيف البيت يعني محافظة على نظافة البيت على يعني الزبالة لا تبقى في البيت يعني حاوية الزبالة لا تبقى في البيت يعني غير جيد على الإطلاق أن تبقى يعني حاوية الفضلات داخل المنزل فيجب إخراجها حتى أمام البيت وتكون محكمة الغل كذلك إخواني المحافظة دائما على كل شيء يعني من شأنه مثلا أن يجعل لنا وسخم في البيت كعن مثلا نجد ثقب يخرج صراسي نحاوله سد يعني هذا من مشمولات نظافة البيت كذلك إخواني الكرام لا بد أن نتبع في أمور النظافة السنن النبوية مثل قفل الحمام يعني عندما نخرج من الحمام نحافظ على نظافته نقفله في ناس كثيرة تترك بيوت حمامها مفتوحة أي المرحاض تبقى مفتوحة إخواني الكرام وتعلمون أن عند دخول الحمام فيه دعاء يقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث لأن فيه شياطين فيجب قفله جيدا بعد الخروج منه وعند الدخول عندما تقوم بداخله فيه شيء آخر إخواني الكرام يعني مهم جدا هو إطفاء الأنوار في الليل فيه ناس كثيرة تترك الأنوار مفتوحة في البيت والرسول صلى الله عليه وسلم أوصان بهذا أعرف أن في وعد الرسول ليس يوجد هنا ككهرباء لكن يعني أمر بإطفاء النور يعني النار التي كانوا يستعملونها والآن عندنا مصابيع حتى المختصدة وأنواع وأشكاء فلا يجب ترك الأضواء مفتوحة في الليل تنظيم وترتيب الفراش إخواني الكرام صدقوني يعني فيه ناس يعني في الصبح تترك هكذا الفراش يقول لك حتى أعود من العمل أو تعود زوجتي من عملها يعني هذا شيء مهم جدا إخواني الكرام يعني المحافظة على نظافة الفراش وترتيبه جيدا 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 في ناس أخرى إخواني الكرام تترك المواعين متسخة في الليل بعد العشاء ولا تغسلها هذا أيضا قد يجلب طاقة سلبية يعني هنا لابد بعد العشاء حتى لو شارك الرجل زوجته في غسل هذه المواعين فليست مشكلة المهم لا تبيت أو لا يبيت المطبخ إلا وهو نظيف المحافظة إخواني الكرام دائما على نظافة الجسم المحافظة على نظافة الجسم يعني من أي شيء تقديم الأضافر باستمرار المحافظة على غسل اليدين يعني إنسان يتمنى إذا كان يرد العلاج يعني من المفضل ومن المستحسن ومن الواجب أقول أنه يحافظ دائما على وضوئه وخاصة في الليل إخواني الكرام شيء آخر هو يعني إذا كان فيه تشنجات وكذا يحاول الإنسان أن يبتعد عن كل شخص يعني ممكن أن يجلب لك بعض التشنج مثلا أخوك دائما أنت في شجار ما حاول أن تتجنبه قدرا إمكان وحاول أن تكون ذو صدر الرحيم بالنسبة لأمورك الخارجية يعني أمورك أنت هنا من تنظيف البيت أمورك الخارجية أول نصيحة عدم مخالطة الناس السلبية وما أكثر الناس السلبية في مجتمعاتنا العربية يعني ناس لا تشجعك على أي شيء يعني دائما يجلبون لك الفشل أنت لا تستطيع أنت لن تكون أنت مسحور أنت كذا أنت يعني وجهك وكذا في بعض الناس إخواني الكرام صدقوني الكرام سلبية يعني من علامات ومن شروط الشفاء أنك تبتعد عنهم هذه الناس السلبية بإذن الله ثم طبقنا هذه الشروط سنبدأ الآن مع الضار أول شيء تنوي أنك ستبدأ من أول أسبوع في ختم القرآن الكريم يعني سنبدأ يوم الاثنين ننهي ليلة الأحدي يعني شرط علينا أن نختم القرآن في ذلك البيت لمدة أسبوع بإذن الله مع يعني مراعاة الأذكار وأكثرها وأهمها الاستغفار والصلاة على الرسول يعني كل يوم مثلا اليوم سأقرأ أنا أعمل ترتيب أو جدول سأقرأ اليوم سورة البقرة في الظهيرة آل عمران في المساء مثلا النساء أختم خلالة اليوم غدا كذا كذا سأجد نفسي أني ختمته بإذن الله في غضوني أسبوع مع الأذكار إن شاء الله أثناء ختم القرآن إخواني الكرام حاولوا دائما أن يكون البيت معطرا يعني دائما يكون البيت معطر بطيب وليست بخورات كثيرة كما يقول البقر طيب جيد مع تطير الملابس مثلا عود من العنبر مثلا المعطر الجو دائما حاولوا أن تجلب يعني رائحة تجلب السعادة والإنشراح في صدر الإنسان إلى كل هذا أو إضافة إلى كل هذا إخواني الكرام هناك شيء مجرب يعني شيء مجرب هنا سنتكلم عن المجربات أنك تعمل كوب فيه قليل من الملح أو وعاء بلاستيكي وتضعه في ركن من الغرفة في هذا الكوب أو هذا الوعاء البلاستيكي الذي به ملح حاول أن تضع قطعة من الرصاص الرصاص هذا هاوت صورة لكم أو صورة من أمامكم كان يستعمل سابقا في صناعة مواسير المياه الآن أصبح وضوها ببلاستيكية هذه القطعة من الرصاص إخواني الكرام يعني بأثبت العلماء أن لها قدرة عظيمة ورهيبة جدا على امتصاص الإشعاعات والطاقات السلبية من البيت يعني تسحبها إليها سحبا يعني هو مجربة وبإذن الله ناجحة إن شاء الله ودائما إخواني الكرام حاولوا أن تعكسوا حياتكم يعني اعكس حياتك عكس ما يقوله لك عقلك اعكس مثلا أنا سأقرأ في قرآن يقول لي عقلي مثلا هو الشيطان أعرف يقول لك اذهب إلى المقهى لا سأبقى وأكمل صورة أخرى أنا الآن يعني مثلا يعني أنا الآن أريد أن أخرج لا سأستحم اعكس اعكس حياتك وإن شاء الله إخواني الكرام في غضون أسبوع تمام وفعلت هذه الشروط بحذافرها ستزول كل الطاقات السلبية بإذن الله سمع العليم من بيتك والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق يعني دائما الاستعانة بالله فهذه مجرد أسباب نتخذها كي نعالج أنفسنا ونستبشر لحياة أفضل بإذن الواحد الأحد لم يبقى لي إخواني الكرام إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة